معنا من واشنطن الكاتب والباحث السياسي توم روجن كما ينضم إلينا من إربيل الكاتب والباحث السياسي كفاح محمود كريم وينضم إلينا من القاهرة أستاذ العلاقات الدولية دكتور طارق فهمي ومن المنامة الكاتب والباحث السياسي سعد راشد أهلا بكم جميعا أبدأ معك هذا الحوار سيد توم روجن في عاصمة الحدث اليوم واشنطن إدارة ترامب التي أبدت عزمها على إحداث تغيير جذري في المنطقة ها هي تنجح في ذلك برأيك ما أبرز ملامح التغيير الذي ينتظر منطقة الشرق الأوسط والخليج بعد توقيع هاتين الاتفاقيتين أعتقد أن النقطتين الأوليين التي اتخذتهم إدارة ترامب وربما هو الموقف القوي تجاه إيران وأيضا وطبعا وهذا ما رحبت به إسرائيل والدول الخليجية وثانيا إدارة ترامب استعملت طبعا هذا الصعود في العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والدول الخليجية كفرصة بالنسبة لتوسيع العلاقات التجارية بين تلك الدول وأيضا توسيع التعاون العسكري بين تلك الدول في مكافحة الإرهاب وأيضا في مكافحة ومواجهة إيران إذن الرئيس ترامب يريد طبعا أن يعاد انتخابه في نوفمبر وأعتقد بأن هذا سيكون الزخم الذي سيجعله يحقق ذلك حيث إنه بنى هيكلة طبعا ليس تحالفا ولكن شراكة في الشرق الأوسط بطريقة لم تتحقق من قبل وأيضا تغيير كبير ومقاربة كبيرة أنظر مثلا إلى ما يطرحه جو بايدن بإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مع إيران وربما هذا سيؤثر على تدهور أو سيؤدي إلى تدهور علاقات مع الدول الخليجية وإسرائيل نعم دعني أشرك سيد روجن من المنامة الكاتب والبحث السياسي سعد راشد المنامة أو مملكة البحرين إحدى دولتين خالجيتين ستقومان اليوم بتوقيع اتفاقيات مع إسرائيل أو اتفاقيات سلام يعني هذا أول اختراق من هذا النوع سيد سعد راشد منذ معاهدتي السلام مع مصر عام 79 والأردن عام 94 من القرن الماضي ما الذي يمنح برأيك ذلك من مكاسب للبحرين؟ أولا مملكة البحرين هي تعتبر شريك استراتيجي اليوم في المنطقة في دعم عملية السلام هاي النقطة النقطة الثانية احنا اليوم لدينا تهديدات كبيرة لدينا آمال كثيرة اليوم نتكلم عن مكاسب في المنطقة على رأسها اليوم المكاسب الفلسطينية إضافة إلى المكاسب القومية التي دوما مملكة البحرين تنظر إليها بعين العقلانية بعيدا اليوم عن تلك الشعارات وغير ذلك بالتالي اليوم مملكة البحرين ومع توقيع هذه التأييد معاهدة السلام مع إسرائيل هي تعمل اليوم وفق الشراكة اليوم الدولية في إرساء اليوم أحدى الخطوات الأساسية في تعزيز السلام في منطقة الشرق الأوسط أول المكاسب هي المكاسب اللي هو عملية اليوم أن نفتح قناة تواصل مع تل أبيب نرى ما لديهم من نقاط اختلاف اتفاق هناك الكثير من النقاط الاتفاق نتفق مع إسرائيل خصوصا اليوم التهديدات الإيرانية التركية في المنطقة خصوصا تهديدات الإيرانينا نتحدث هناك اتفاق ما بين الدولنا بأن هذا التهديد يجب إيقافه في منطقة الخليج العربي خاصة على الساحل الخليج وبالتالي هنا نقاط اتفاق نقاط الخلاف التي يجب أن نفتح لها قناة تواصل بعيدا يعني اليوم الفلسطينيين لا يريدون الجلوس على طاولة الحوار مع تل أبيب وبالتالي هل نرفض أن نقوم بالجلوس على هذه الطاولة والتفاوض من أجل أن تكون فلسطين دولة لديها عاصمة القدس الشرقية والتي تتفق تماما مع المبادرة السلام العربية وبالتالي اليوم لا ننسى كذلك المصالح الاقتصادية المصالح في المجالات العلمية والزراعية وغيرها اليوم لدينا شراكة حقيقية في عملية السلام وشراكة حقيقية وتكاملية في المجال الاقتصادي كذلك وبالتالي اليوم يجب أن نضع اليوم العقلانية في مسألة العلاقات الدولية وهذه النقطة والنقطة الثانية يجب أن يكونوا واقعيين يعني هل لدينا نواة اليوم لدينا علاقات متشعبة وكبيرة في المنطقة ليش وكفت فقط على إسرائيل وبالتالي من يهدد اليوم أمن الخليج العربي هل هي إسرائيل أم إيران وبالتالي هنا تأتي العقلانية في العمل في العلاقات الدولية دعوني أنتقل إلى سيد طارق فهمي في القاهرة سيد فهمي يعني كيف يمكن الانطلاق من هاتين الاتفاقيتين اليوم لبناء علاقات طبيعية قد تخدم المنطقة كما يقول البعض ومن بينهم مايك بومبيو الذي قال بأن إقامة علاقات دبلوماسية بين دول المنطقة وإسرائيل سيصب في مصلحة كل الأطراف بالتأكيد طبعا الاتفاقيات الجديدة مع إسرائيل بتمنح فرصة جيدة للأطراف العربية والإسرائيلية لعادة ترتيب الأولويات هذه ليست المرة الأولى سيدتي تذكري أنه كانت هناك اتصالات وعلاقات ومكاتب مفتوحة بين العرب وإسرائيل في مرحلة التسعينات وكانت هناك علاقات بعد مدريد وأصله والمفاوضات متعددة الأطراف وبالتالي تناقش العرب والإسرائيليين في مجالات متعددة في هذا الإطار إذن أعتقد أنه المرحلة الراهنة بتفتح الأبواب أمام مرحلة جديدة جزء بينها مرتبط بالبيئة العربية سياسيا وأمنيا وستراتيجيا للتعامل مع الجانب الإسرائيلي إسرائيل القضية ليست في أي مجالات تعاون سنعمل كعرب وإسرائيليين معها إنما بطبيعة الحال في تحديات ومخاطر مشتركة ربما ستدفع إلى بناء رؤية للعلاقة مع تل أبيب كدول عربية أعتقد هذه هي الفرصة الجيدة مع عدم إخفال الواقع الفلسطيني نحن نتحدث هنا عن قضية كبيرة وقضية عربية بالأساس أعتقد أن القضية ليست في رفضة أو قبول أو تحفظ الطرف الفلسطيني لكن بطبيعة الحال هذه المعاهدات بتعطي فرصة جيدة لإعادة تقديم القضية الفلسطينية إلى الواجهة الدولية السياسة فن الممكن والمستحيل وليست مجرد الرفض وبالتالي أعتقد أن المعاهدة ستفتح بالفعل مجالا جيدا للتعامل سواء في استئناف الاتصالات واللقاءات والعلاقات تذكري أن مقاربة المنامة التي طرحتها الإدارة الأمريكية كانت مهمة لاعتبارات عديدة جزء منها مرتبط بعملية السلام ومشروع خاص بالتعاون الإقليمي والسلام الاقتصادي وأيضا الرؤية الأمريكية التي قدمها الرئيس الأمريكي في مطلع العام القائمة على السلام والازدهار في الإقليم وبالتالي هذه الرؤى الاقتصادية والسياسية يعني مطروحة الآن على المائدة العربية وبالتالي لابد أن نبلور هنا موقفا عربيا صحيح أن كل دولة ستنفرج بهذا وهذا قرار سيادة للدول العربية بعيدا عن المعطيات الراسخة لأنه تمسكنا حتى بفكرة المبادرة العربية كانت إسرائيل قد تحفظت سيدتي 14 بند على ما أذكر على هذه المبادرة العربية اليوم هناك واقع جديد تشكل قائم على فكرة المصالح المشتركة والفوائد المتبدلة التي يمكن أن ندخل بها مع الجانب الإسرائيلي وأن نطرح هذا خصوصا وأن الفرصة جيدة في إسرائيل الفرصة جيدة في إسرائيل نتيجة لأن الرأي العام الإسرائيلي الآن يتعامل مع الواقع السياسي الجديد ويتوقع طبعا ردود فعل جديدا هناك مراكز قوة تأثير حقيقية سيدتي في إسرائيل ستتجاوب مع الطرح العربي والمناخ الآن في إسرائيل مختلف تماما عن المناخ مع أيام معاهدة وادي عربة وأيام كام بليفت الحالة مختلفة تماما هناك قوة دافعة لعملية السلام في إسرائيل لجل الاهتمام بها دعني أنقل هذه الفكرة التي ذكرتها للسيد كفاح محمود الذي ينضم إلينا أيضا في هذا الحوار قضية الواقع الجديد الذي تجد المنطقة نفسها في مواجهة معه كما قال قبل قليل وزير الخارجية بومبيو بأن دولا أخرى بدأت في توسيع علاقاتها مع إسرائيل الكثير من هذه الدول سيلتحق بالسلام يعني برأيك هل المنطقة فعلا تغيرت عن تلك الأجواء حين تم توقيع اتفاقية وادي عربة واتفاقية كام ديفيد كما كان يذكر سيد طارق فهمي بالضبط تماما هذا النفج السياسي الذي نشاهده منذ أن بدأت الإمارات العربية المتحدة مبادرتها واليوم بعد أن لحقت بها البحرين بتصوره وخصوصا في الخليج العربي تعطي انطباعا واضحا بأنه الإداء السياسي للدول العربية برمتها بدأ ينحى منحى وأكثر واقعية منذ قبل يعني أنا أنظر للموضوع من جانبين ومتضامن جدا مع ما قاله الأستاذ فارق من مصر الاتفاقية التي ستوقع اليوم مع الإمارات ومع البحرين ستدفع الجانب الأغلبية في المجتمع الإسرائيلي للضغط على أي حزب أو حركة متطرفة أو يمينية متشددة تأخذ موقف حاد من الدول العربية وهذا سيدفع قوى السلام في إسرائيل في المقابل أيضا وبعيدا عن ردود الفعل العاطفية الإعلامية في المجتمعات السياسية الفلسطينية أعتقد بعد عدة أيام من توقيع هذه الاتفاقية سيكون لها تأثير بالغ حتى على الإداء السياسي الفلسطيني بمعنى أن اتفاقية إسرائيل البحرين الإمارات ستدفع الفلسطينيين وستشجع الفلسطينيين إلى إعادة النظر بسلوكهم السياسي دعيني أطلق عليه الإعلامي أكثر منه واقعي على الأرض خاصة وإنهم الآن وبظل هذا الانقسام بينهم في قطاع غزة وفيما تبقى من سلطات منظمة التحرير الفلسطينية هذا الاتفاق سيعيد لهم ربما خارط الطريق جديدة يلتائمون فيها لبدء مباحثات واقعية لتفعيل السلام بينهم أولا بينهم أنفسهم هم الفلسطينيين وثانيا للذهاب بفريق واحد مدعوم من قبل دول السلام العربي الإمارات والبحرين والأردن وجمهورية مصر العربية وهذا الدعم الكبير من رواد السلام في منطقة الشرق الأوسط سيقصر الطريق للفلسطينيين للوصول إلى أهدافهم أكثر مما كانوا يفكرون بأسلوب التشدد أنت ذكرت هذه النقطة المتعلقة بالفلسطينيين اسمح لي فقط بمقاطعتك سيد توم روجن هل ترى فعلا بأن اتفاقيتين السلام التي ستوقعان بعد قليل ستدفعان الفلسطينيين إلى تغيير سلوكهم كما كان يذكر ضيفنا من أربيل كفح محمود سياسي في الضفة الغربية وحماسه وضد المصارح ولا يريد أن يعود سريعا إلى مفاوضات السلام ولكن على مدى الوقت وحينما طبعا أصدقاء فلسطين ودعمهم الماليون يوجهون أنفسهم نحو أن يكون هناك إجماع لتحقيق السلام مع إسرائيل أعتقد بأن هذا سيضغط على السلطة الفلسطينية وعلى حماس لدرجة ما حتى يقدم تنازلاته على الأقل لأن يغير سلوكهم وطبعا هنا أقول بأن ربما الحاجز الرئيسي هو السياسة القطرية الخارجية التي لا تزال طبعا معارضة لأن يكون هناك هذا الإجماع الخليجي تجاه إسرائيل والذي رأيناه من البحرين والإمارات وعلى المدى المنظور من دول أخرى وما لم يتغير ذلك فأعتقد بأنه سيكون هناك مقاومة من الفلسطينيين لعدم التغيير وعدم الانضمام إلى البحرين والإمارات ولكن أعتقد بأنه ما نراه الآن في الشرق الأوسط وما تتجه إليه الأمور وخاصة إذا أعيد انتخاب ترامب فالأمور ستتغير بكل تأكيد أنتقل إلى ضيفنا في المنامة سيد سعد راشد في قضية الفلسطينيين بالتحديد كانت هناك تصريحات لسيد أنور قرقاش عفونا الوزير الإماراتي يتحدث فيها عن أن القضية الفلسطينية هي حجر أساس وأيضا كان نفس الحديد تقريبا لوزير الخارجية الإماراتية الشيخ عبدالله بن زيد يقول بأنها قضية مركزية لماذا كان سوء الفهم هذا بخلط الأوراق باعتبار بأن توقيع اتفاقيتين مع إسرائيل من قبل الإمارات والبحرين يمكن أن يعرقل القضية الفلسطينية لماذا نذر للأمر بهذه العين النقطة الأولى لاتفاق الإمارات والبحرين أن القضية الفلسطينية هي قضية أساسية في المنطقة خصوصا جاءت الملك لما تم الاتصال مع جوند ترامب أكد عليه الموقف الثابت مملكة البحرين نفس الكلام جاء مع شيخ محمد بن زايد مع ترامب نفس الموقف وهو أن القضية الفلسطينية هي أساسية ولدنا ثوابت بخصوص ذلك المميز في الأمر أن الدول تم تعاملت مع هذا الموضوع بشكل سلس بعيدا اليوم عن العواطف ما يجري اليوم في فلسطين أن هناك فصائل فلسطينية تابعة للأسف الشديد إلى دول فاشلة تقوم بتحريضها على الدول الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ومملكة البحرين هذه الفصائل يتم تمويلها من قبل هذه الدول وعلى رأسها اليوم تركيا تركيا هي اليوم أردوغان هو المتاجر الأول للقضية الفلسطينية وهو من أول دولة يعني هو من الدول التي تم توقيع معهدت السلام مع إسرائيل ولدي الكثير من التبادل التجاري تصل إلى سبعة مليارات وكثير من الأمور ومصانع الأسلحة وبالتالي اليوم هذه الفصل يجب أن تعي أن أردوغان أو النظام الإيراني أو الأنظمة الفاشلة التي تدعمها يجب أن يبتعدون عن هذا المنظور وأن يتجهون إلى الواقعية وأن يضعوا يدهم اليوم مع يد الدول التي تقوم اليوم بتوقيع اتفاقات السلام اسمح لي فقط سيد سعد راشد إذن اسمح لي سيد سعد راشد لأنه نحن نتابع طبعا هذه الصور الرئيس دونالد ترامب يخرج من الباب الرئيسي للبيت الأبيض طبعا في الاستقبال طبعا العديد من الضيوف المدعوين اليوم طبعا لحضور هذا الاتفاق وتوقيع الاتفاقيتين مع إسرائيل والبحرين يفترض بعد قليل أو ينتظر استقبال وزير الخارجية البحريني وقد وصل في هذه اللحظات وزير الخارجية البحريني إلى البيت الأبيض تمهيدا للتوقيع لإعلان تأييد السلام مع إسرائيل إذن وزير الخارجية البحريني وصل الآن وقد استقبله الرئيس دونالد ترامب طبعا قبيلة التوقيع الرسمي لهذه الاتفاقيتين طبعا بحضور نحو 700 ضيف ستبعا دعاهم البيت الأبيض لحضور التوقيع التاريخي لاتفاقيتين السلام مع دولة الإمارات ومملكة البحرين إذن تابعنا هذه الصور استقبال وزير الخارجية البحريني في البيت الأبيض نعود طبعا لحوارنا إذن هذه الاستعدادات على قدم وساق أعود مرة أخرى للسيد طارق فهمي للتعليق على نقطة ذكرها السيد كفاح محمود فيما يتعلق ببعض الدول التي نددت بهذا الاتفاق ذكرهم قبل قليل مايك بومبيو في مؤتمره الصحفي قبل قليل قال بأن إيران وتركيا هما الدولتان الوحيدتان التي نددتها بالاتفاقية أولا كيف ينظر لهذا التنديد بالتحديد من تركيا وهي تقيم علاقات مع إسرائيل منذ أكثر من سبعين عاما تقريبا بالتأكيد هذا هو التناقض في السياسة التركية والسياسة الإيرانية مع أن تركيا تقيم علاقات جيدة مع إسرائيل وتجاوزت مرحلة أحداث مرمرة وما تلاها وقامت بتطبيع العلاقات بين أنقرة وبين تل أبيب والعلاقات في المستوى العسكري والاستراتيجي حديثي ولا حرج في تعاون عسكري وتدريبات وفي زيارات وفود وفي صفقات سلاح والعلاقة بين المجمعين العسكريين في تل أبيب وأنقرة قائمة هذا الأمر طبعا لا يرتبط بالأبعاد السياسية الأبعاد السياسية لهذا الرئيس التركي الذي يريد أن يسوق فكرة الدعم التركي لقطاع غزة وإقامة تعاون داخلي ومشروعات تطوعية بمدعومة مع قطر أعتقد أنه التحرك التركي بيتسم بنوع من المعايير المزدوجة هو يتناقض في هذا ويقيم علاقات جيدة جدا مع إسرائيل في هذا التوقيت وهو يوظف من ساحة تعبير ملف قطاع غزة لاعتبارات إنسانية وشوء إعلامي وسياسي بصورة كبيرة ولا تنسي أن الأطراك لهم دور في القدس وفي التحركات مع المقدسيين وهناك طبعا حال التجازب أردني تركي في هذا الإطار ومحاولة لجاد دور تركي في القدس تحديدا وهناك سيناريو ممتد بتفاصيل كثيرة لكن في النهاية أعتقد أن الجانب التركي يراوغ ويوظف ويستثمر وجوده في الملف الفلسطيني خصوصا في منطقة قطاع غزة إيران حديثي ولا حرج لها ارتباطات جيدة وعلاقات ممتدة مع حماس ومع الجهاد الفلسطيني ومع حركة صابرين وغيرها من التنظيمات الفرعية الموجودة في قطاع غزة وهي أزرع لإيران بطبيعة الحال هناك تمويل وهناك تدريبات وهناك تعاون عسكري بيتم فيه معالجة وتقوية مراكز الحركة داخل حركة حماس وهناك أمور كثيرة في هذا الإطار وفيه ارتباط أديولوجي بين الأطراف المحتلفة وتعاون مصلحي مباشر بين الطرفين إذن الطرفين الإيراني والتركي بيوظفوا الملف الفلسطيني لحسابات مباشرة وضيفي على هذا أيضا قطر ربما هو أخفى لدور قطر نتيجة للعلاقات الممتدة بين القطريين وما بين الأمريكان وهناك اتصالات أمريكية قطرية تمت في هذا الإطار وسيكون لقطر دور طبعا في بعض المشروعات التي ستجري في قطاع غزة تحديدا لأن المخطط الأمريكي سلام اقتصادي ومقربة اقتصادية في القطاع وبطبيعة الحال هذه الأطراف الرافضة أعتقد أنه سيكون لها موقف في الفترة المقبلة وعلينا أن نراهن أن هذا الدور لن يتغير لأن الإيرانيين والأطراق بيتحركوا بحسابات مباشرة والإيرانيين يريدوا أن يتواجدوا في الإقليم والقضية ليست تباهي في وجودهم في عواصم عربية أو غيره لكن الآن أعتقد أن الإيرانيين لديهم مشروحهم الذي سيعيدوا النظر فيه بعد قليل لأن المنطقة والبيئة العربية حضرتك ستتغير البيئة السياسية والأمنية والاستراتيجية للإقليم بأكمله ستتغير مرحليا وبالتالي إيران ليس سيكون لديها أيضا مراجعات ستجرى في هذا الإطار المخاوف الإيرانية من عودة مواقف عربية ومحاولة أن يكون هناك تهديد مشترك بين العرب وبين الإسرائيل في مواجهة التهديدات الإقليمية سواء كانت فيه من إيران أو سواء كانت من تنظمات إرهابية موجودة وأيضا المد التركي الكبير في الإقليم الأطراق خرجوا إلى خارج حدودهم وبطبيعة الحال خروجهم للعودة إلى العثمانية والأنادولية الجديدة في الإقليم من ليبيا إلى سوريا إلى العراق إلى الخليج كل هذا أعتقد سيتغير وهذه الأطراف الإقليمية تخشى من أن يكون هناك بيئة عربية جديدة تواجه هذه المخاطر سواء كان بوجود إسرائيل أو وجود الولايات المتحدة الأمريكية لأنه في النهاية مهندس كل ما سيجري الولايات المتحدة الأمريكية والرهان على استمرار هذه الإدارة الأمريكية أعتقد مهم والإدارة الأمريكية بصرف النظر عما يقال في استمرارية الإدارة وعدم استمراريتها الإدارة الأمريكية أيا كان سواء كانت إدارة جمهورية أو ديمقراطية ستبقى في المنطقة لن ينسحب الأمريكيين بطبيعة الحال الإدارة الأمريكية موجودة وسيكون لها دور وستتابع كل ما يجري في مراحل التنفيذ الأمر لن يكتصر على اتفائيات اقتصادية أو تعاون اقتصادي أو غيره الإدارة الأمريكية ترسم مخطط كامل لعملية السلام والإزدهار تشاهدين على الشاشة كيف يتعامل الرئيس الأمريكي بهذا الأمر كل هذا موظف داخل المعركة الانتخابية وله حساباته وتقديراته ومكسب كبير اليوم هو يتطلع إلى نوبل وتطلع إلى ولاية ثانية فالجانب الأمريكي لن يسمح بتخريب أو إفشال هذه المعاهدات وسيقب بقوة أمام المخطط الإيراني التركي وأيضا أمام الفصائل الإرهابية التي ستهدت بعد قليل بإمكانية أن تخرب هذا الاتفاق لن تسمح الإدارة الأمريكية ولن تسمح الأوضاع الجديدة في الإقليم بأن يكون لها دور في المرحلة المقبلة أعود مرة أخرى إلى سيد توم روجن في واشنطن هناك أزمة ثقة يعني لا يمكن إنكارها بين إسرائيل والجانب الفلسطيني سيد توم روجن اتفاقيات عديدة أبرمت مع إسرائيل هناك من يقول بأنها لم تنجح في كسر هذا الجليد بشكل تام بين الفلسطينيين والإسرائيليين اتفاقية اليوم إلى أي مدى برأيك ستحدثان فرقا في هذه المسألة؟ أعتقد أن المصاعب تكمل بأن هناك لعبين قطر وإيران وكما قال ضيفك تركيا هذه الأطراف تعارض طبعا مسار السلام ومثلا دول الخليج بإقامة علاقات وتكون بأنها تؤدي مثلا منورات أو تؤدي مثلا مفاوضات وراء الكواليس مع إسرائيل وكانوا ينتقدون هذا الأمور تماما ولكن طبعا هم لا يريدون أن يستمر السلام هنا وبكل تأكيد الفرص التي تظهر للازدهار في المنطقة أعتقد بأننا سنرى ربما مشاريع اقتصادية بكل تأكيد في الضفة الغربية من قبل الإمارات والبحرين وإسرائيل ستسهل هذه المشاريع هناك مكونات تظهر بأنه سيكون من الأسهل والأفضل بالنسبة لسلطة الفلسطينية بأن يكون هناك مسار للسلام بين العرب وبين إسرائيل وبسبب طبعا هذه التحالفات بين إسرائيل والبحرين والإمارات وربما دول أخرى هذا سيسهل بكل تأكيد للإسرائيليين والحكومة الإسرائيلية لأن تقدم تنازلات بكل تأكيد للفلسطينيين نعم هناك مكونات للازدهار ولكن نحن في المراحل المبكرة لأنه مرة أخرى هناك هذه الدول الثلاث التي تقف معارضة لأن تقدم تنازلات الضرورية التي تحدث التقدم وأيضا هناك سؤال ما إذا كان الرئيس ترامب سيبقى في السلطة مثلا في يناير 2021 وإذا كان بايدن في السلطة فهل هذا سيعني تغيير السياسة الخارجية الأمريكية بعيدا عن دول الخليجية وفي اتجاه إيران نعم سيد توم روغن طبعا نحن دائما في متابعة لهذه الصور من أمام البيت الأبيض يتوقع في أي لحظة وصول وزير الخارجية الإماراتية الشيخ عبدالله بن زايد إلى البيت الأبيض سيكون في استقباله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي استقبل قبل قليل وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزيان الذي وصل أيضا من أجل التوقيع على معاهدة السلام مع إسرائيل في البيت الأبيض برعاية أمريكية طبعا في حفل يحضره نحو سبعمائة من المدعوين الذين طبعا دعاهم البيت الأبيض من أجل حضور هذه الاتفاقية أو هذا الحفل حفل التوقيع نعود مرة أخرى إلى ضيوفنا سيد ضيفنا في البحرين بالتحديد ومن المنامة هناك طبعا نوع من الثقة غير متبادلة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي هذا ما ذكرته أيضا للسيد توم روغن الفلسطينيون يطالبون بإقامة دولتهم على أساس حدود 67 هو الأمر الذي تدعمه الدول العربية قبل قليل تحدث الوزير أنور قرقاش عن أن المبادرة العربية هي حجر الأساس في كل العلاقات مع إسرائيل لماذا برأيك يرفض الفلسطينيون مبادرات الإدارة الأمريكية لاستئناف أي مفاوضات منذ العام 2014 أنا دوما أتكلم عن السلطة الفلسطينية بأنها للأسف تتعرض لضغوط من الدول الفاشلة من دون أي عقلانية إضافة إلى ذلك يجب اليوم على السلطة الفلسطينية أن تنظر إلى هذا الاتفاق لصالحها لماذا لي صالحها؟ السبب الأول أن اليوم قوة التفاوض على طاولة النقاش مع الإسرائيليين يجب أن تكون قوة اقتصادية لها مكانتها في الأوساط الدولية وبالتالي اليوم أنا لما أتفاوض لقضية فلسطينية ولدي اليوم جميع المؤهلات لمناقشة ولدي الكثير من الالتزامات والكثير اليوم من القوة التي يمكن للإسرائيليين أن يتنازلوا للفلسطينيين هذه وبالتالي مكسب إلى فلسطين هذه هي اللي يجب أن تكون رؤية اليوم لدى الفلسطينيين لكن أما أن أنا أرفض هذه المعاهدة فقط لأني لا أريدها يعني إحنا اليوم الإمارات ومملكة البحرين دول ذات سيادة ولا نأخذ الأوامر من اليوم السلطة الفلسطينية لعقد المعاهدات مع إسرائيل إحنا اليوم لدينا مصالح مشتركة لدينا اليوم عدو مشترك وبالتالي هل نقف مكتوفي الأيدي ونترقب فقط أذن من السلطة الفلسطينية لعقد أي اتفاقيات أو معاهدات لا يمكن أن يحدث على الرغم أن السلطة الفلسطينية تقتلع جيدا على الرغم أن الدول عديدة تقيم علاقات مع إسرائيل حتى لو كانت علاقات بدون توقيع اتفاقية سلام نذكر منها قطر هي على علاقات وطيدة مع الجانب الفلسطيني لماذا لم نرى هذا التنديد وهذا الانتقاد برأيك للسلطات القطرية بشأن هذه النقطة ونرى هذه الهجمة ضد دولة الإمارات وضد البحرين لإقامتهما هذا الاتفاق بشكل علني ويقولان هو قرار سيادي أنا أسترب من الموقف الأمريكي من دولة قطر عدم ذكرها في أنها لا تريد السلام في المنطقة دور قطر جدا كان مؤثر في القضية الفلسطينية وحطل كثير اليوم المباحثات مع إسرائيل ونعلم مدى مقامة فيه قطر من تباينات وجهة النظر بخصوص القضية الفلسطينية ودورها في هذا الموضوع بالتالي اليوم مثلا لما قامت قطر اليوم توثيق علاقتها مع إسرائيل نجد اليوم الفصال الفلسطينية تشيد في قطر وتمدح قطر وغير ذلك دليل واضح بأن اليوم الفصال الفلسطينية والسلطة الفلسطينية مخترقة اليوم من قبل قطر وإيران وتركيا وليس لديها اليوم سيادة اليوم على خراراتها وبالتالي كيف نحن كدول اليوم كممملكة البحرين والإمارات اسمح لي فقط سعد كيف نحن كدول اليوم بمملكة البحرين والإمارات أن نثق بهذه السلطة اسمح لي أعود مرة أخرى لسيد طارق فهمي وأيضا بعد قليل لسيد كفاح محمود أنا منسيتكم سيد طارق فهمي وسيد كفاح محمود سيد طارق فهمي العديد من الدول تقيم اتصالات مع السلطات الإسرائيلية ومنذ سنوات خروج الإمارات والبحرين يعني علنية بعقد هاتين الاتفاقيتين نعم يبدو يبدو بأن السيد كفاح محمود ليس معنا المعموما معي السيد طارق فهمي هل سمعتني سيد طارق فهمي أسمى حضرتك تفضل طيب يعني برأيك التغيير أسمى حضرتك تفضل وأنا كمان بسمعك التغيير الذي أحدثته دولة الإمارات بإبرامها علنية اتفاقا مع إسرائيل يعني هذا الأمر لم نعهده بين دول خليجية وإسرائيل الأمر يحدث بين قطر وإسرائيل ولكن أنت ترى ازدواجية في النظرة الفلسطينية للأمر بالتأكيد طبعا يعني قطر تقيم علاقات مع إسرائيل منذ سنوات طويلة بدأت من مرحلة التسعينات يعني هناك تفاصيل كثيرة ربما يعني نشرتها مصادر إسرائيلية كثيرة لكن بطبيعة الحال نحن نتوقف أمام المرحلة الراهنة السفير محمد العمادي ورجلة إعمار قطر على اتصالات شبه يومية مع المسؤولين الإسرائيليين في الجانب الآخر في الجانب الإسرائيلي وهناك لقاءات تمت أذكرك أن يوسي كوهين رئيس الموساد نفسه زر الدوحة في مطلع العام الجاري 2020 فأنت تتحدثي حتى عن لقاءات وزيارات معلنة ومباشرة في هذا الإطار واتصالات تحت مسمى تقديم الدعم للشعب الفلسطيني والقطاع غزة في حين طبعا الاتصالات بتتم على مستويات مختلفة ومسؤولين كبار من الدوحة زاروا إسرائيل والعكس جزء من هذا هو ما تبهى به نتنياهو نفسه شخصيا منذ عدة أسابيع وقرروا بالمناسبة قبل أن يذهب إلى أمريكا بأن إسرائيل أقامت علاقات مع عديد من الدول العربية والإفريقية وكان هناك أيضا دور قطري في تسهيل بعض الاتصالات التي تمت على مستوى بعض الدول الإفريقية التي أعادت علاقتها مع إسرائيل مثل تشات على سبيل المثال وأيضا في دول حوض النيل ففي تنسيق أيضا قطري إسرائيلي في مناطق مختلفة الأمر الآخر هو خروج هذه الاتصالات إلى العلانية معناه أن هناك قرار شجاع وقرار جريء من دولة الإمارات بدأته لتغيير المشهد الراهن نحن أمام مشهد أخشى أن أقول أنه حق صد والسيناريوات صفرية بالنسبة للملف الفلسطيني الإدارة الأمريكية قطعت المساعدات عن السلطة الفلسطينية وأغلقت مكتب فتح في واشنطن واتخذت إجراءات عديدة محاولة لدفع الفلسطيني إلى حافة الهوية وهذا أمر يجب الانتباه إليه لكن فريق المفاوضين حينما ظهر المنطقة وزير الخارجية وكوشنر خلال الأسابيع الأخيرة طالبوا ونشدوا الجانب الفلسطيني في العودة للمفاوضات هذا معناه أن الإدارة الأمريكية ما تزال تفتح الباب أمام الجانب الفلسطيني إذا هناك فرصة جيدة ماذا يريد الفلسطين حضرتك من الجانب الأمريكي؟ يريدوا أمرين توسيع الربعية الدولية وإدخال أطراف أخرى في عملية المفاوضات وهذا أمر طبيعي إذا تم استئناف الاتصالات سيكون هناك أطراف أخرى في عملية السلام بل سيكون هناك مجموعة عربية مشاركة مثل مصر والأردن والإمارات والبحرين ودول أخرى إذن لا يمكن أن نغلق الباب أمام هذه الدعوة السياسة تقول أننا يمكن أن نبدأ هذه الخطوة ثم نتفاوض بالتالي القضية ليست الالتزام بـ 242 و338 وأرض مقابل السلام هذه معطيات تجاوزها الأطراف بصورة أو بأخرى حتى المبادرة العربية إسماحيلي أقول لحضرتك أن الجانب الإسرائيلي تحفظ على كثير من برودها فاليوم هناك دعوة جديدة بتطرحها دولة الإمارات العربية لاستئناف عملية السلام والتسوية وعلينا أن نواجه الآن ما يحدث في إسرائيل سيد كفاح محمود إذا عدت بك إلى الموقفين التركي والإيراني وهما الموقفين الذين ذكرهما مايك بومبيو قبل قليل بقوله بأنهما الدولتان الوحيدتان لتاني نددتا بالاتفاقية لماذا برأيك هذا التنديد بالتحديد التركي باتفاقية كهذه وتركيا تقيم علاقات مع إسرائيل هل فهمت الدوافع التركية صراحة منذ تقريبا نحو شهر؟ يعني لكي ندرك الدوافع الحقيقية دعينا نعود قليلا إلى الوراء بعد فشل النموذجين في الحكم للإسلام السياسي في إفغانستان ومصر وانتهاء هذا النموذج على الأقل في منطقة الشرق الأوسط بدأت قوى الإسلام السياسي تذهب إلى مسألة المتاجرة أو الاستثمار في تجارة العامل الفلسطيني أو قضية التحرير الفلسطين والتعامل معه بين قوسين الكيان الصهيوني ووائد آخره وتعرفين جيدا أن الإسلام السياسي بشقيه السني والشيعي المتشدد وما يسمى بالمعتدل يتفقون دائما في مسألة استثمار مثل هذه النقاط ذات التأثير العاطفي البعيد عن العقلانية وهذا ما تشهدينه الآن في تركيا مثلا كما تفضل ضيوفقي يتمتعون بعلاقات قوية جدا لا يحسدون عليها مع تل أبيب وفي كل مناحي العمل سواء في جانب الأمني والعسكري والتسليحي والسياحي والطيران ووائد آخره أعتقد تماما أن حتى المحسوبين على إيران مثل حزب الله وبقية الأذرع الإيرانية كلها لديها شكل من أشكال التعامل مع إسرائيل والتخابر والتفاوض والحوار مع إسرائيل ورأينا كم من الأسرة تم إطلاق صراحهم بتفاوض ما بين حزب الله والإسرائيلين بمعنى أن هناك الكثير من لا يملكون شجاعة الإمارات العربية المتحدة والبحرين يتعاملون مع إسرائيل بالخفاء بأي شكل من الأشكال ابتداء من المغرب وانتهاء إلى سلطنة عمان الكل لديهم بشكل أو بآخر علاقة مع إسرائيل لكن هذا الاستثمار الشعاراتي أنا أركز على الإسلام السياسي هنا في تركيا وإيران الذين يستخدمون مسألة فلسطين استخداما سيئا مدعوما بفكر سياسي ديني بمكيالين نعم سيد كيفاه؟ نراه جيدا هم على علاقات جيدة مع إسرائيل لكن في الطرف الآخر تراهم من الإعلام ضد هذه العمليات أشكرك الشكر الجزير لكيفاح محمود كريم الكاتب والباحث السياسي من أربيل أشكر أيضا الكاتب والباحث السياسي توم روغن كان معنا من واشنطن وأيضا الدكتور طارق فهمي أستاذ العلاقات الدولية من القاهرة ترجمة نانسي قنقر